شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مشكلة الفقر والحرمان ونبدأ حديثنا بطرح هذا السؤال هل الفقر يشكل قضاءا حتميا لا يمكن للبشر الخلاص منه جميع الأنظمة الوضعية الحاكمة بمختلف أشكالها وألوانها أعلنت أنها عاجزة عن حل هذه المشكلة هذه الدول العظمى التي أعطاها الله من الثروات والتي بأيديها من الثروات ما لعله لا نجد له مثيلاً في التاريخ كله هذه الثروات الضخمة التي تملكها ولكن هذه الحضارة هذه الحضارات تعلن أنها لا تتمكن من حل هذه المشكلة الآن في ظل هذه الحضارات يوجد الملايين من الفقراء لعلكم تقرؤون فيما بين فترة وأخرى أن هناك مجاميع من البشر يموتون من البرد في ظل هذه الحضارات الحاكم ما عنده بيت ما عنده مأوى ما عنده وسائل التدفئه يموت من البرد هناك مجاميع كبيرة من البشر تموت من الجوع ما عند طعام يموت من الجوع فهذه المشكلة لم تجد لها حلا في أي حضارة من الحضارات الوضعية القائمة ولكن أنا أنقل لكم في هذا المجال رواية واحدة هذه الرواية على قصرها تكشف عن معنى كبير هذه الرواية الشيخ الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه يرويها في كتاب وسائل الشيعة في كتاب الجهاد الطبعة الجديدة في الجزء الخامس عشر صفحة ستة وستين وعنوان هذا الباب عنوان مثير عنوان هذا الباب في وسائل الشيعة باب أن نفقة النصراني المسيحي إذا كبرا وعجزا عن الكاسب من بيت المال الحر العاملي رحمة الله عليه ينقل هذه الرواية يقول مر شيخ مكفوف كبير يسأل يتكفف فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما هذا انتو أهل اللغة تعرفون الفرق فيما بين من وما من هذا يعني هذا منو ما هذا يعني ما معنى معنى هذه الظاهرة رجل يتكفف في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما هذا هذه الظاهرة أنا لم أجد فيما أذكر نظيرا لها في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه معنى هذه الحكومة كانت حكومة في فترة قصيرة تكونت هذه الحكومة بعد فترة حالكة في تلك الفترة الحالكة المتقدمة دمرت الأمة فكريا ودينيا وسياسيا واقتصاديا ومع أن حكومة الإمام أثيرت ضدها الحروب والمشاكل والفتن الداخلية والفتن الخارجية أنا لم أعحد نظيرا لذلك طوال حكومة الإمام أنه واحد في ظل حكومة الإمام يتكفف بيده يستعطل ناس فقال الإمام صلوات الله عليه ما هذا قالوا يا أمير المؤمنين نصراني هذا رجل مو من ملتنا مو من ديننا فقال عليه السلام استعمل تموح حتى إذا كبر وعجز منع تموح يعني هذا خلاف العادل أو هذا خلاف الإنصاف أنفقوا عليه من بيت الماء هذه الرواية على وجازة ألفاظها تدل على أن هذه الظاهرة إن عدمت أو كادت تنعد في ظل حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف يمكن علاج ظاهرة الفقر والحرمان أو كيف يمكن على الأقل التخفيف من هذه الظاهرة هذا الموضوع يحتاج إلى بحوث مطولة ولكننا نقتصر في هذا الحديث إلى الإشارة إلى بعض العوامل التي تساهم في إلغاء ظاهرة الفقر والحرمان أو على الأقل في التخفيف من هذه الظاهرة العامل الأول الحرية السياسية إذا كانت هناك حرية سياسية في أجواء هذه الحرية تظهر الطاقات وتنمو الطاقات أما إذا كان الحاكم هو الاستبداد السياسي الطاقات كلها تموت وتضمو النظام الاستبداد يجني على جميع مناح الحياة يجني على الناحية الدينية ويجني على الناحية السياسية ويجني على الناحية الاجتماعية ويجني أيضًا على الناحية الاقتصادية المثال القريب لذلك الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي هذه الدولة العالمية العظمى حكمت وفي فترة من الفترات كان هناك تخوف أن تحكم العالم كله ولكن لأن النظام الحاكم كان نظاماً ديكتاتورياً هذا دمر الاتحاد السوفيتي في جميع النواحي والآن إذا ترحون إلى الاتحاد السوفيتي البلاد التي كانت تحكمها الحكومة الشيوعية تجدونها دولة من دول العالم المتخلف إذن النقطة الأولى الحرية السياسية النقطة الثانية الحرية الاقتصادية هذه الحرية بالمقدار وبالمدى الذي قرره الإسلام لم يصل إليه العالم إلى هذا اليوم الحرية الاقتصادية يعني الدولة مجرد مشرف حتى لا يكون هناك ظلم حتى لا يكون هناك إجحاف حتى لا يكون هناك تعدي الأراضي كلها للأمة إنتوا تريدون أن تحيوا أي مقدار من الأرض فهو لكم الأنهار لكم المعادن لكم الرواية الشريفة تقول الأرض لله ولمن عمرها هذا أي قانون من القوانين الوضعية لم يصل إليه إلى هذا اليوم أكو الدولة في العالم تجعل الأرض للأمة الشباب يريدون أن يتزوجوا بيت معدهم الدولة لا تعطيهم الأرض ممنوع لا الدولة هي تحيي الأرض ولا تسمح للأمة أن تحيي الأرض الشباب الآن إحدى المشاكل الكبرى اللي يعانون منها مشكلة السكان ما يتمكن المعادن كلها للأمة هذا أي قانون من القوانين حتى في أرقى الحضارات العالمية لا تجدون مثل هذا القانون والنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت قالوا هذا القانون قبل 1400 عام أي مقدار من المعادن تريدون مع مراعاة عدم الإجحاف وعدم الظلم فهو لكم عندما هذا القانون كان مطبق قانون الحرية الاقتصادية بهذا الشكل ينقل في التاريخ قبل حوالي ألف عام جاء هناك رجل إلى العراق وقدم للشعب العراقي خدمة عظيمة فأرادوا أن يكافئوه قالوا ماذا تريد في قبال هذه الخدمة قال أنا في قبال هذه الخدمة اللي قدمتها لكم أريد ألف متر مربع من الأرض الجرداء هذا هو الطريق أرض خالية تعطوني إياها قالوا ما أهون هذا الطلب أطلب طلب أكبر من هذا قال هذا طلب في التاريخ أكو أنهم بحثوا في العراق عن ألف متر مربع جرداء فلم يجدوها ماكو الآن عندما تذهبون إلى العراق تجدون ملايين الأمتار عاطل معطلة عن العمل المؤرخون ينقلون أنه في ظل الحرية الاقتصادية كان هناك في البصرة وحدها 12 ألف نهر تجري فيها الزوار 12 ألف الآن في كل العراق كم نهر أكو المؤرخون يقولون أنه في ظل بعض هذه الحرية بعضها لأن في هذه الفترات كانت هناك حرية اقتصادية محدودة كان على نهر الدجل أربعون سدا الآن في كل العراق كم سد يوجد المقدار اللي أنا أعرف يوجد هناك سدان الآن في العراق عندما كانت هناك حرية اقتصادية الطاقات تنطل الأفراد يعملون البيوت تبنى الأراضي تعمى الطاقات تنطل بعد لا يبقى هناك شاب يحتاج إلى بيت هاي الأراضي موجودة كم أجر يضعها بعضها فوق البعض الآخر هذا بيت بعد شاب ما يحتاج إلى أن يبقى إلى بعد الأربعين حتى يجمع ثروته شيئا فشيئا ويتزوج البيت موجود الأرض موجودة اذهب وازرع هذه الأرض واستفد منها ولا يمنعك أحد إذن النقطة الأولى الحرية السياسية النقطة الثانية الحرية الاقتصادية النقطة الثالثة الرقابة على الدولة الدولة ماذا تفعل هذه السروات الضخمة الموجودة عند الدولة أين تذهب الأمة يجب أن تكون رقيبة على الدولة الوالد رحمه الله يقول في العهد القديم اللي كان هناك نوع من الرقابة على الدولة ذهبت إلى بيت نائب في بغداد لأمر من الأمور الدينية فشفت عندي بيت متواضع صغير ليش بهذا الحجم قال لأن ما عندي مال ما عندي أنا عندي راتب محدود أتقاضح وهذا البيت مملكي هذا البيت أنا أم أجر نائب في ظل بعض الرقابة يعيش في هذا الواقع أما بعديا عندما جاء البعثيون وجاء صدام المعروف أن صدام بنى مئة قصر كل واحد منها صرف عليه أكثر من مليار دولار يعني أكثر من مئة مليار دولار هذه ثروة من ثروة الأم الحكومات تأخذ هذه الثروات وتصرفها في الأمور الشخصية وفي الفخر وفي المباهات وفي المؤامرات وفي التخري الآن دول العالم في ظل انعدام الرقابة تصرف هذه الثروات في التخري وهذه الفاجعة الأخيرة فاجعة المحيط الهندي بعض المحللين يعتقدون أنها حدثت على أثر التجارب النووية الدولة تأخذ الأموال الدولة اللي ملايين الفقراء يعيشون في ظلها في الشوارع تأخذ هذه للفخر والمباهات وما أشبه ذلك تصرفها في هذه الأمور وتنتج عنها كما يرى بعض المحللين هذه الفواجع العظيمة هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة إلغاء مصر المال المال موجود ولكن هذه الحدود تمنع تعاون هذه الثلاثة وتبقى مشكلة الفقر قائمة النقطة الخامسة الثالثة باهظة على الأمة تفقر الأمة بينما في الدين لا توجد هنالك إلا ضرائب أربع الخمس والزكاة والجزية والخراج وهذه مقدارها مقدار قليل جدا النقطة السادسة الضمان الاجتماعي هذا مقدار من موجود في العالم ولكن بالشكل الذي قرره الدين لا يوجد في أي دولة من دول العالم الضمان الاجتماعي يعني هنالك بيت للمال هذا بيت المال يتكفل بكل حاجات الأمة إذا واحد يريد يعمل ما عند مال للعمل بيت المال يعطيه المال إذا شاب يريد أن يتزوج ما عند مال بيت المال يعطيه المال إذا واحد مديون عندنا في الروايات هذه الروايات بيذكرها الحر العاملي في وسائل الشيعة إذا واحد مديون هذا الدينه على الإمام فإن لم يؤدي الإمام دينه فإثمه عليه هذه العبارة مذكورة في الرواية بأي مقدار بدون أي حد يعني كل فرد يجب أن تكون مؤونته متكفلة المؤونة يعني يعني أن يعيش حياة من شأنه الشأن قضية متحركة مو قضية ثابتة ربما واحد شأنه يكون عنده بيت ألفين متر هذا شأنه ربما واحد من شأنه أن يكون له بيت عشرة آلاف متر هذا من شأنه بيت المال مكلف بشؤون واحد واحد من آخاد الأمة وإذا واحد مات مديون ألف مليون بيت المال يجب عليه أن يؤدي كل هذا وإلا كما في الرواية فإثمه على الإمام هذه النقطة السادسة النقطة السابعة هذه النقطة ترتبط بنا بشكل مباشر وهذه النقطة وخلق الحس الاجتماعي في الأفراد وخلق الحس الاجتماعي في أنفسنا يعني أن الفرد لا يعيش ذاته فقط وإنما يعيش الآخرين أيضا إيجاد هذه الحالة إنماء هذه الحالة في الأفراد هذا يعالج مقدار كبير من المشكلات الاجتماعي هذه الحالة التي أوجدها الدين في المهاجرين والأنصار المهاجرين عندما جاءوا إلى المدينة المنورة كانوا فقراء كثير منهم مال معدهم بيت معدهم الأنصار الذين كانوا في المدينة قاسموهم بيوتهم كل واحد كان يجي إلى بيت أخيه الأنصار وحتى في بعض التواريخ أكو أنه كان لرجل زوجتان وأخوه المهاجر لم تكن له زوجة فطلق زوجته ليتزوجها أخوه الأنصار المهاجر هذه الحالة التي أوجدها الدين في النفوذ أنتو إذا تراجعون التاريخ وبالذات في تاريخ الموقوفات تجدون أشياء عجيبة من جملة الأشياء هذه الأوقاف كانت تحاول أن تملأ الفراغات الموجودة في الحياة مثلا أكو في التاريخ أنه واحد من الأفراد وقف وقفا لإفطار الفقراء الفقراء عندما يريدون يفطرون في شهر رمضان موعدهم هذا جعل هذا الوقف لإفطار هؤلاء هناك فرد آخر وقف وقفا لأواني الفقراء التي تنكسر الفقير إذن كسر إناؤه ماذا يفعل ما عندش هذا الوقف مهمته ملء هذا الجانب في كتاب روضات الجنات على ما ببالي يذكر هنالك أن السيد المرتضى رحمه الله علم الهدى المعروف أوقف قرية كاملة كان عنده قرية لك غذل علماء العلماء يحتاجون إلى دفاتر وإلى أوراق هذه القرية كانت وارداتها كلها لكاغذ الفقهاء هذه النقطة فيها ملاحظة وهذه الملاحظة هي أنه نحن مرة نفكر في أن نسد حاجة آنية هذا الفقير الليلة عشاء ما عنده نعطيه العشاء في هذه الليلة هذا عمل جيد مقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي محله ولكن هذا شيء موق لأن الليلة يتعش بكرة هذا الفقير يتحير في غدائه غد معد هناك مثل لطيف يقول لا تعطي للفقير سمكة لأن يأكله وينتهي الأمر ولكن أعطه شبكة أنت إذا أعطيت شبكة هذا يستغني طول عمره لأن كل يوم يذهب إلى البحر ويصيد الأسماك ويتعيش بها أحد الأخوة في إيران قبل أشهر رأيته كان له مشروع لطيف وهذا المشروع الآن في بلادنا كثير من الفقراء الرجال كثير من الفقيرات موعدهم شيء قال إحنا عملنا هذا العمل أنه أربعين من الفتيات الفقيرات بعثناهم إلى مكان يعلمونهن الخياطة تتعلم الخياطة هذه المرة وبعديا بعد ما تتعلم الخياطة نشتري لها ماكنة خياطة هذه الماكنة تؤمن حياتها أو تؤمن جانبا من حياتها أحد الشباب المؤمنين قال أنه في الهند كثير من العوائل المحتاجة أكو مو فقط في الهند في كل بلادنا الآن الفقر موجود في كل بلادنا قبل كملة من الليالي نقل أحد المؤمنين أنه في العاصمة الفلانية جماعة ماتوا ليلا من شدة البرد موت قال أنه في الهند نحن عندنا هذا المشروع أن نشتري لكل عائلة بقرة هذه البقرة تؤمن مقدار كبير من احتياجات العائلة لأن ينتفعون بلا بنها أو يبيعون ذلك هذه العائلة تؤمن إلى حد كبير نحن يجب علينا أن ننمي في ذواتنا وفي الآخرين الحس الاجتماعي نكون اللجان الاجتماعي اللي تحاول أن تخفف من هذه المعاناة هذه المعاناة معاناة الفاقر مو كلمة واحدة الفاقر يعني الجوع الفاقر يعني الموت يموت الفاقر يعني المرض يتمرض مو عنده ثمن يراجع الطبيب الآب اللي يشوف ابنه داي يموت أمام عينيه من الجوع والمرأة الفاقر يعني الكفر كاد الفقر أن يكون كفرا الفاقر يعني التطرف هؤلاء الأفراد المتطرفين اللي يهدمون المجتمع اللي يقومون بعمليات انتحارية تخريبية كثير منهم أفراد فقراء معقدين هذا يحمل حقد على هذا المجتمع هذا الحقد اللي موجود بباطن يريد يفجر هذا المجتمع ويفجر نفسه أيضا الفاقر يعني النمو الحركات الإلحادية الفاقر ليس فقط واحد فقير لا يوجد شيء الفاقر يعني كل هذه المشكلات الفاقر يعني الإخلال بالنظام الاجتماعي أبو ذري يقول عجبته لمن لا يجد قوته أو قوته في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا واحد يحاول المساهمة الفردية الاجتماعية عبر تكوين اللجان لتخفيف وقع هذه المشكلة وكل واحد بإمكان ذلك العام حفظه الله كان ينقل ولو هذا في بعد آخر ولكن كلامنا أن كل واحد يتمكن من المشاركة في هذه القضية كان يقول أنني رأيت في إحدى البلاد حسينية عامرة يذكر فيها أهل البيت يطلع فيها القرآن الكريم في محرم في شهر رمضان عامرة الذي بنا هذه الحسينية بمفرده بدون اشتراك أي واحد آخر رجل حمال كان حمالا وبقي حمالا إلى أن مات هذا فكر في أن يقدم شيء لآخرته كان يروح يشتغل من الصباح إلى الليل في الليل عندما كان يأتي إلى البيت كل ما عنده من مال المال المتواضع للحمال ثلثة كان يخلي للإمام الحسين وثلثاه لا ثلث لسيد الشهداء صلوات الله عليه هذه الأثلاث اجتمعت 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 وبعد فترة اشترى أرض في خارج المدينة قالوا له ماذا تفعل بهذه الأرض مكان بعيد بعد فترة المدينة كبرت وكبرت وهذه الأرض الجرداء وقعت في قلب المدينة وشيئاً فشيئاً بنى عليها هذه الحسينية العامر يعني واحد حمال يتمكن أن يبني حسينية عامر كل واحد يتمكن بشكل أو بآخر يساهم في هذه القضية المهمة أحد العلماء نقل لهذه القضية قال أنه أبي كان مقروضاً بمقادير كبيرة وكنا في ألم من ذلك من هذه القروض المتراكة يقول في يوم من الأيام جاءته أموال كثيرة من الهند في ذاك الوقت ففرحنا جداً قلنا الآن أبونا يأدي ديونه وشوية حياتنا تنحو نحو الرفاح يقول الظهر أو بالليل عندما أبونا رجع للبيت شوفنا كل شي ما كو معا فقلنا له أين ذهبت هذه الأموال ليرات ذهبية كانت في ذاك الوقت قال كلها أعطيتها للفقراء فقلنا له ونحن أيضاً من الفقراء وأنت من الفقراء أنت مديون أيضاً قال في الواقع الفقراء ما أوجه ما عدهم عندما فقير هذه المشكلة ما إلها حل عنده أما أنا أنا عندي كرامة اجتماعية وعندي ما يوجه أتمكن بهذا أن أقتر فرأيت أن هؤلاء أولى مني بهذا المال هؤلاء هذه النقاط كمجموع وبالذات النقطة الأخيرة التي ترتبط بنا ارتباطاً مباشراً يجب علينا ينبغي علينا أن نحاول تحقيقها حتى نخفف من هذه المشكلة الكبيرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أفهم بالآياتي أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر